يبدو أن لعنة الفضائح تطارد مرشح اليمين للانتخابات الرئاسية الفرنسية فرانسوا فيون فبعد فضيحة الوظيفة الوهمية التي منحها لزوجته بينيلوب التي مكنتها من الحصول على نصف مليون يورو في ضرف عشر سنوات طفت للسطح عدد من القضايا قد تؤثر على مستقبل رئيس الوزراء السابق فرانسوا فيون المتهم باختلاس أموال عامة خلال عضويته لمجلس الشيوخ بين عامي 2005-2007 ما يشكل عقبة جديدة أمامه في السباق إلى الإليزي ونقلت أسبوعية الجورنال دو ديمانش الأحد أن فيون عندما كان سيناتورا بين عامي 2005-2007 تلقى سبعة شيكات باسمه بمعدل شيك كل ثلاثة أشهر بلغت قيمة والإجمالية 21 ألف يورو ونقل موقع ميديا بارتل الإخباري أن فيون وضع في جيبه قسما من أموال مخصصة مبدئيا لبدل عمل يقوم به مساعدون عبر نظام عمولة سري وأفاد هذا الموقع مساء السبت بأن الأموال التي تقاضها فيون لا تتجاوز الخمسة وعشرين ألف يورو والمعروف أن قاضي تحقيق ماليين يعملان منذ نوفمبر 2013 على التحقيق في شبوهات عن اختلاس أموال عامة عبر سناديق سرية لحساب أعضاء في مجلس الشيوخ أو أعضاء سابقين في هذا المجلس من حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية الذي أصبح لاحقا الجمهوريون ويقول موقع ميديا بارت إن هذه العمولات نادرا ما تجاوزت مبلغ أربعة آلاف يورو لكل شخص خلال فصل واحد إلا أن عشرات الأشخاص استفادوا من هذا الأمر خلال 12 عاما والمبالغ العملة انحرفت عن هدفها الأصلي تصل إلى ملايين اليوروهات فهل ستقضي هذه الفضائح على المستقبل السياسي لمرشح اليمين فرانسوا فيون خاصة وأنه لم يبقى على الرئاسيات الفرنسية سوى بضع سبيع فهل هي نهاية مرشح اليمين